موسيقى نبدأ اليوم غنتكلموا شوي على الترزة خليجا في الكثير من الحلقة التي أنا أترز فيها بكثير من يتقل نبدأ اليوم بالبنك هو الانتلابسة حتى الفكرة أنها فكرة التي يوجد مجهود في الترزة وفيها واحد البتكر في جانب آخر أنا كنت أرى عواض العقيدة قدرت أصدفات المغلفين والترز فيها ألوان والبنك هو أنا يعني من الناس اللي كان يعجمني بزاف نقص حدا المرأة اللي كانت تخدم البنك هو يعجمني داك الكتاب درشمات وكيفاش يتخدم هذه الأمور اللي تربنا فيها كبرنا فيها وشفناها تحسب واحد المتعة أنا بسبالي المرأة المغربية هي لا لو مولاتي ولكن تزيد الجمالية دي لها وكتزيد القيمة دي لها فاش كتكون فبتاتها المغربي فاش كنكون فشكنها المغربي حتى أنا وليوم فرصة ربما باش نحيي بعض السيدات اللي دي لنواحد الهاشتاق دي للمرأة بسجلبة ونقاب يالله كنقلب على النقاب باش شريه باش نديروا شي فكرة بحلاكة زوينا الفكرة أنا نرجع للترز بديك طريقة وفعلا خرجوا البنات في سن صغيرة بجلبة ونقاب مشوا مع هذا الهاشتاق هذا واحد طريقة اللي زوينا وجوا البنيات غزالين وشفت واحد الجروب اللي باح كان ضرر فرباط ابنات لابسين جلال بكلهم لون واحد نقاب واحد واحد له السيل اللي كجر أنا تنفضل در جلبة والقب زماني مع التام مع نقاب ما نديروش القب الصغير مع التام قبل تامي باش يجي كاري أكيد باش يجي القب وذيك الشدة وذيك ديال مواتنا وذيال جداوتنا الله يوليهم برحمة الله أنا كانوا هادوك مدارس كنا نتعلموا منهم أنا كنت نشوف الوليدة ديال الله يرحمها كتتقابل مع المريا كيخصة واحد شوية الوقت باش كتقاد القب وكتدير شي حاجة كتعلي بها باش كيجي داك القب عالي وباش كتشد بالفنيت شحاجة زمان شحاجة رائعة وإنما جاش القب كاري على حسب السيدة وعلى حسب الكلاس ديال السيدة كينا السيدة لغي كتشد القب كتقلبوه كتخرج تقديو كينا السيدة اللي ضروري خصها ذاك القب بيكون مقف مزيان وذيك الفنيتا مقبوطة من اللور وذاك التام يكون ديال المسلين لما بغي ماو الليلة شي حواج اللي مبقيناش كنشوفهم شي حواج اللي عشناهم مع وليدينا وكنحنو ليهم إيا ماذا بينا علش اللي يرجعنا السيدة نتنقول أنا ماذا بيه السيدة اللي بغي تدير الحجاب وليش حاجة لش اللي ما تديرش الجلة بولتان فهذا مش أنا غيبينها كبيرا فالجمال راه كاين كاين الحمد لله وكي واحد اللي ستيل سبيسيال ستيل سبيسيال اللي اكيد اناش حاجة ما ما نعرف شي ممكن ما نقدوش نرجعو لها ولا ممكن انا مدابيا نرجعو السبع لطرزة سكينائية طرز الحساب ولا طرز الغرزة ولا فميمكنناش نلقوش دار مغربيا ما فيهاش طرز الحساب طرز الغرزة واحد الفراش دي البلاتو ولا سريبتات الحلوة ولا لغطات البراد كان قدروا القوة بترز الحساب اذا ما لقيناش ما لقيناش اي بيت مغربي كتلقي فيه هذا راجع لاش لانه كانش حاجة اللي هي مهمة نازمان كانت العروسة اللي مدتش ترز الحساب في البتات ديالها مدتش ترز الحساب بالاشكال والانواع بالخدادي متروزين باليضغاء باليغيدو بتاك شي كتسمى انها مدت والو ومع العلم انها راه فباد الاحيان كانت البنت هي اللي كتصوب البتات ديالها بيداك انت ما كتقدرش تمشي تقرأ ولكن البنيتة تخطب البنيتة واحد العام ولا عماين كتدفع ماماها لدار المعلمة وكتبقى تخدم وكتبقى تصوب تخوص ديالها بشوية بشوية كتصوب واحد تخوصوا لي وزن وكتديه معاها وفرصك مني كتديش حاجة معاك كتبقى تحفظ عليها بزاف كتقولي هذه ديالي الخدومة بالديا يعني انقدر نوردها لوليداتي انقدر انا كنشوفو ده باشي قفعتن ولا شي شي جلالب ولا شي حويش ديال جداد 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 كتلبسها واحد ابنتها اللي هي صغيرة بلايزير ماذا بينا باش الله ليلا خديزي جامي تكلموا عند الطرز ربما كتابين استيدات يبقى نمشي وليه ولكن بقى عليك استيدات خدمات المعلوم pineamp أي ليس ان يكون شي اختلاف كبير مايكوش عندك تخاور44 من سبيل الجلابه كيف ما بغينا نصوبه انا تقابل تقريبا بنفس الثمان ما يمكنش لنا نفس الثمان نفس لماتيق بهمية قد دخل نفس الخدمة ما ديش يكون واحد الفرق كبير ما بينهو ما بين خدمات المعلم او ما بينهو وبين الرندا في كن كل الاختلاف يكون ايلا كان ربما شي حجر قد يندخلوا شي حجر غالي ولا شي عقيق ولا شي جوهر ولا شي حاجر نفي كن شوية قد تطلع شي حاجر غالية نعم خدمات المعلم مره بحالها بحال طرز بحال راندا بحال اي حاجر نعم بالنسبةل هاد المسألة لخديجة احنا هاد العمر ربما بزدي السيدة سغير يزعموا على الطرز اختيار الالوان حتى هو اكيد فكيفاش نقدروا نمزجو الالوان انا كنشوف مثلا دبالاخدينا غين ميسال جليل بديع لك مزجتي تلاسة الوينات كين سفر كين الغوز وكين الوبرجين الوينات اللي بصراحة كون مش مش محطوطين من زعمش عليهم هادو الوان انا اولا من اللي بغت السيدة تخدمهم غير اعطيتها على فكرة هاد جيلبا مخدوما بالخيط بالدمسي اسمحي لي ان قلت الاسم ديال اهو واحد الخيط اللي ممكن ما بقاش كين في السوق فماشي بالحرير انا السيدة اللي اعطيتها تخدمها موريتها شنو دير ما نرمال مو الوقت اللي كتكون عندها نجلبة مغلوقة توبلي هو مغلوق دائما كان كترو الالوان المفتوحة انا الوقت اللي خديت جيلبا باش نشوفها تفاجأت لانا كان عليها تكتر لي اللون الاصفر كتر من الالوان المغلوقة ولكن جز تغذلهم مش اوه اكيد جز وينوالكي كوكا اللون الاصفر غالب على الالوان الاخرى غا تجي غيعتك كتر اكتر نعم اختيارة الالوان دائما يلوحلنا دائما لون ديقرادة ديالو الفونسي والكلير والمزيج ديالالوان قد نقدون شدوا واحد ثلاثة ديال اربعة ما عندنا ديالطرف ديال الخيط أولى ونبربوهم بعدياتهم ونشوفوا شنو قدي عطاونا ونحطوهم على الشيطوب اللي بغينا نخدموا عليه عطاونا نخدموهم ما عطاونا ش نصرفونا دار ومشوا وراح ديالون احد اخر هادي اقصى عدد الالوان ممكن يدخلوا في طرز شوفي طرز عندك طرز رباطة وطرز الحساب حديثوا على حرار غير خود الالوان اللي بغيتي واللي يتحوليك في بالك واللي يعجبوك واللي كتميل اليهم دخليهم وما غادش يكون المشكل دائما هادي فورميول قاعدة من اللي يكون عندنا التوب المغلوق نفضلوه نخرجوه بالوان مفتوحة واللي يكون عندنا التوب مفتوح نعتوي الوينات مغلوقة وعاد نديروا له مفتوحة حالة خديجة